طيب نبدأ مع خضراتكم تفاصيل الأخبار خليل أول إيه نتابع المرحلة اللي جاية بالنسبة لنادي الأهلي طبعا النهاردة جهاز الفني قرر أنه يدي الفرق راحة ومن بكرة إن شاء الله الاتنين هيبدأ بقى الاستعداد لمباراة باطل النيجر جون دارمري ناسيونال ده حاجة كده زي فريق تابع للشرطة في النيجر هو باطل النيجر وبالتالي هو هيكون بداية انطلاقة مشوار النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وبكرة إن شاء الله يبدأ الاستعداد للمباراة دي هيكون تمرين النادي الأهلي في ملعب التتش يمكن مستر بيتسو موسيماني قرر أن يدي لعبة الفريق راحة النهاردة من التدريب بعد طبعا مباراة الأمس اللي حق فيها الأهلي الفوز بنتيجة هدف مقابل صفر طبعا الهدف الأحراز وصلاح محسن بأسست أكتر من رائع يمكن هي اللابسة الأبرز والأهم المجد أفشا على مدار المباراة وفنش أكتر من رائع لصلاح محسن خلص بالماتش وبممناسبة ماتش جون دارمري ناسيونال خلينا أقول لحضراتكم أنه النادي الأهلي بدأ بالفعل بقى في التحضير للمواجهة بداية طبعا بإجراءات السفر للنايجر إحنا يعني الحمد لله من حسن الحظ أنه بشرة خير يعني سميها كده أنه إحنا لعابنا السنة اللي فاتت برضو بطل النايجر في بداية مشوارنا في أفريقيا كان السنة اللي فاتت النسخة الأخيرة يعني مع سوني داب السنة دي بنقابل بطل تاني ولكن من النايجر برضو إن شاء الله بإذن الله يكون سبيلنا أو مشوارنا للوصول للنجم الحداشر بإذن الله يمكن كابتن سيد مدير الكرب في النادي الأهلي طلب من الجهاز الإداري الفريق أنه يبتدي بقى التحضير وأنه يمشي في إجراءات السفر للنايجر عشان نلعب المباراة اللي هتكون بداية انطلاقة المشوار في دوري الأبطال واللي الأهلي طبعا بيحمل آخر لقابين لها التسعة والعشر المباراة دي هتكون في دور الاثنين وثلاثين ويمكن فريق جوندر مريري ناسيونال حق الفوز في دور الاربعة وستين على بطل بوروندي لهم مسجير أو لهم مسجير بهدف دون مقابل في مباراة جامعة الفريقتين في مباراة مباراة الإياب في الدور التمهيدي لمسابقة دولي الأبطال ترجمة نانسي قنقر